السلام عليكم بخوتي تحياتي كل ابناء وطني الغالين من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب بلا ما نسوا بخوتنا اللي في الغربة برافو بيبو غورديولا برافو برافو بيبو غورديولا الخطة نجحت الخطة نجحت خطة تكسير لاعب موهوب لاعب فنان لاعب من احسن اللاعبين في الدوري الانجليزي احسن لاعب في الدوري الانجليزي سنة 2016 احسن لاعب في افريقي احسن لاعب حسب جائزة بي بي سي البريطانية نجحت نجحت في المهمة نتاعك مهمة بيبو غورديولا تحطيم لاعب جزائري نجحت بامتياز مجموعة بيبو غورديولا والجماعة العنصرية داخل الفريق نجحت في طرد نسميه طرد لاعب جزائري رياض محرز من التشكيل الاساسية نجحت بامتياز نجحت بامتياز الدقائق الاخيرة اللي لعبها محرز ده بتشفع له نظرا لماذا كانسلو اللاعب الجديد اصبح لا يمر الكرة لمحرز ومحرز واحد برافو 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 غورديولا نجح منبهر انا صراحة بتوقع الانانية هذي والعنصرية اللي تكلمتها عندها عام ونص باللي قلت غورديولا عنصري كانت بعض الناس تقول انها كاش منها كيفاش مدرب يجلب لاعب وبستين مليون اورو ولا بسبعين مليون اورو عنصري كمراعف كي قلتها منيش غالط غورديولا تعاقد وجاب محرز على سبب واحد اراحة الكوادر باش الكوادر ما يتعبوش وايضا حاجة ثانية يزيد يحفز الكوادر باش يزيد ياخد موك يقول الكوادر بينين الكوادر ده براين استيرلينج وفرناندينيو والباقية فرناندينيو العجوز العاها بالنسبة لي اصبح عند غورديولا لعب اساسي وقائد قائد فرناندينيو قائد خطة مدبرة الوحيد اللي منع من جحيم غورديولا هو صاني صاني الوحيد اللي منع من جحيم غورديولا وصاني لولا ابناء بلده نقولها ابناء بلده تكون هما الالمان لانقذوه من جحيم غورديولا لانهم يعرفوا جيدا انه صاني لعب ممتاز ويعرفوا انه غورديولا عنصوري صاني ذو اصول سينيقالية اصله تاعه يلعب دور كبير اصله سينيقالي اذا راح نمارس عليه العنصورية مثله مثل ايطو وياياتوري وما حرف طبيعة الحال اصله اصله جزائري صاني الموقذ انتاعه هما ابناء بلده شكل المان باير مينيخ دخلت بسبب ماذا لانه دولي الماني صاني لو نموجهش دولي الماني حاوسوا عليه صاني يدخل ضمن مخططات باير مينيخ بسبب واحد المانيا مصلحة المانيا فوق كل اعتبار المانيا فوق كل اعتبار صاني لاعب دولي الماني صاني يحتاج المانشافة الماني يحتاج المنتخب الوطني الالماني اذا لما المانيا تحتاج لاعب انتاعها وتحتاج ابنها لازمها تضحي على جاله وضحات المانيا على جاله وكي نقول ألمانيا معناها باير مينيغ ضح على جاله وجلب صاني اللي كان دقدر نقوله انتهى بنسبة كبيرة نظرا لإصابة القوية والتي تعرض عليها الرباط الصاليبي اللي صعوبة كبيرة في الرجوع اللعب لكن ألمانيا عملت مستحيل واستدركت اللعب بتاعها ورجعته ودفعت أموال من أجل ماذا من أجل ابن بلدها قضية واضحة صاني نفس الشي على السيناريو راح يكون على المحرز راح يكون صاني صاني قلتها أنقذته فقط ألمانيا أمه بصراحة بلاده حبينا ولكرنا المنتخب الوطني يلعب فيه أمين يلعب في المنتخب الوطني الألماني إذن ألمانيا أنقذته رغب أنه أصوله إفريقية من السينيقال وقور ديولا معروف سينيما واضحة بتقول لي لبوكسين داي لكل يومين ثلاثيام مقابلة كن يلعبوا كل يوم مقابلة كل يوم مش ثلاثيام كل يوم مقابلة محرز ما يدخلش ضمن المخاططات يلعب السيرلينج اليوم وغدوة اليوم وغدوة وغير غدوة ولعب الجاي دايما هذي الطريق الجماعة كلمة الجماعة هي اللي تمشي كلمة الجماعة هي اللي طاغية هي اللي تمشي حبيت والله كرخت هذا هو الواقع عندي آم ونص قرابة قريب عامين وانا نقول في نفس الكلمة قوار ديولا عنصري قوار ديولا شرع محرز بسبب ماذا؟ بسبب الكوادر إراحتهم والحاجة الثانية تحفيزهم ناس ما صدقتش ناس ما صدقتش وناس كذبت وقتلي رك تخرف يشعروا لاعب سبعين مليون على الجالباش يريحوا الكوادر ويحفزوا الكوادر بالدليل 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 القاطع معلق تونسي معروف رؤوف خليف رابح ثلاثة بسفر ومحرز ما يشاركش هذا هو تصدف قوار ديولا مع إيري تيري إيري ومع جاية توري ومع إبراموفيتش وأيضا إيطو هذه المعاملة عنصارية لكن إبراموفيتش لزوم أستعرف جميك أنت جبان مدرب جبان لست رجل أنت مدرب جبان لست رجل إذن بلغ سيل الزبع بلغ سيل الزبع أمور واضحة أمور واضحة تقول لي تشيلسي ما تشيلسي فريقوي ما فريقوي خلاص إيراحة تلك أودر ممكن يعطيه مقابلة أنا ما يقولش لا ما يلعبش محرز ممكن يعطيه مقابلة شكلية مقابلة تصفية تراكس الرابيطة الكارابا وهذه أمور هذه الشكلية لكن دوري إنجليزي مقابلة مهمة احتياط احتياط تسجل هاتريك تسجل ربعية تقدم خمسة أسيست تبقى في احتياط جنسيتك أصلك من جيت جزائر منين إفريقيا إذن انتهى الأمر الآن أنا ما مزيش ناطر لك وارديو وارديو لأخباص يعرفوا العام والخاص وجزائر كاملة قاطبة والأوروبيين والأفارقة والعرب كل يعرفوا وارديونا ويعرفوا الخنصورية الآن الكلام موجه لشخص واحد وهو واحد الشخص هذا اسمه رياض معرز إلا بغى رياض معرز يبقى في المساوى العلي عليه المغادرة ما كانش هذي تاعة أصبر ما نصبر خلاص بلغ سيلو زبا خلاص مغادرة في أسرع وقت أسرع وقت ممكن دوري إيطالي دوري إسباني دوري حتى ألماني وما نقعدش في الجاحيم ولا حتى الدوري فرنسي وما نقعدش في الجاحيم لإسمه جاحيم السيتي والعنصرية اللاعبين لهذا اللاعب لإسمه رياض معرز اللي أحرجهم في العديد من المرات أحسن اللاعب للدوري الإنجليزي ممتاز 2016 إذن هذا اللاعب يجد مغادرته مانشستر سيتي هذا بيطالب من من؟ من العصابة والجماعة لا ترغب الجماعة في محرز في حلقة من الأخر هذا اللاعب أحرجهم في العديد من المرات وبهدلهم بالدرجة بتاعنا بهدلهم إذن هذا اللاعب اللي يبهدل لاعبين مانشستر سيتي غير مرغوب فيه إذن غير مرغوب فيه الحل الرحيل لا يوجد حل ولا بديل إلا الرحيل إلا الرحيل لا يوجد حل آخر إلا الرحيل متمنون توفيق لرياض محرز في قادم مشواراً تاعه إن شاء الله إن شاء الله نشوفه في فريق جديد متقلة مع مزمير فيديوهات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته